انا عايز اتكلم شوية على عنواني الرئيسي وهو الاهلي في اي بي اظن اسماء الاندية اللي هتنزلكو بعد شوية على الشاشة هي اللي بتقول مش انا اللي بقول اظن تواجد الاهلي في كل المحافل العالمية هو الكلام ده هو اللي بيقول برضو مش انا اللي بقول اظن لما تيجي في وسط 32 فريق كلهم لهم احترامهم لكن لما تلاقي عملقة اوروبا بتتكلم في ريال مدريد وتتكلم في الشلسي وبتتكلم في اليوفي وبتتكلم في الانتر ميران لا بتتكلم في اسماء وبين فيكا وغيرها من الاسماء العظيمة العريخة الكبيرة جدا يبقى انت في 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 اي بي حيئة يعني ده النادي الاهلي وده قدر النادي الاهلي وده نجاح النادي الاهلي دائما وابدا بتصور انه الاهلي عنده مهمة صعبة جدا والمهمة ادارية قبل ان تكون فنية لان هتكلم معاكم بالتفصيل لما اعد بازن الله لكنه والله ربنا يخللنا الاهلي على اللي عمله وعلى اللي بيعمله وعلى اللي هيعمله ان شاء الله بس احنا طمعين هنعمل ايه احنا محتاجين اكتر محتاجين ان شاء الله نكسب كاس التحدي محتاجين ان شاء الله نكون في النهائي ولما نوصل بس بقى حلال حلال 14 ديسمبر هقولكو بعد شوية اسعار التذاكر والقصة والحدوتة هيكون معنا اتصال هاتفي ماذا ضارة في الاجتماع اللي كان موجود اليوم حاجة تشرف حاجة تفرح النادي الاهلي ويا رب دايما الاهلي مفرحنا اشتركوا في القناة